بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في الجزء الثالث من محاضرتنا الخاصة بالكوست مانجمينت كنا اخذنا في الاجزاء اللي فاتت تلاتة بروسس خاصين بالبلانيج فاضلنا بروسس واحدة بس في الشابتر ده اللي هي الكنترول كوست البروسس دي قيمة بشكل كبير جدا على موضوع اليرنت فاليو موضوع مراقبة التكاليف من خلال التكنيك اللي اسمه ايرنت فاليو او القيمة المكتسبة الامبوتس اللي عندنا بروسيك مانجمينت بلان الفاندينج ريكوارمنس اللي طلعناه من البروسس اللي فاتت وورك بيرفورمانس انفورميشن داتا البيانات اللي جاية لي من المواقع بتقول اتصرف كذا اتصرف في قد ايه خلص شغل معين قد ايه كوانتتز الورجانيزيشنا البروسس است طيب سريعا نبدأ في التولز والتكنيك التول والتكنيك الاول عندنا اليرنت فاليو مانجمينت ادارة القيمة المكتسبة عشان نتكلم في اليرنت فاليو محتاجين نعرف تلاتة تيرمس تلاتة ترمينولوجيز اول واحد هو البلانت فاليو بلانت فاليو مقصود بيه في نقطة معينة من الزمن المفروض اكون خلصت اعمال بكام يعني مثلا بعد تلات شهور من المشروع طبقا للجدول الزمني ما هي قيمة الاعمال اللي المفروض اكون نفزتها وممكن نسميها برضو باجتد كوست فور وورك سكيجول باجتد كوست فور وورك سكيجول المصطلح التاني ايرنت فاليو الايرنت فاليو مقصود بيها اللي انا نفزته فعلا قيمته الحقيقية كام او قيمته المكتسبة كام بس مش القيمة الفعالية من المحاسب لا القيمة طبقا لسعر البيوكيو طيب طبعا لا شك ان موضوع القيمة المكتسبة هيختلف من فكر مقاول لفكر استشاري بس انا حابب اشرحه في البداية بفكر المقاول وبعد كده هنعمله تعميم كده على اي فكرة عندنا خلينا الاول نتكلم عشان معظمنا معتاد على موضوع فكر المقاول وهو الاسهل للفهم ان في مقاول سعر مثلا بعض البنود بشكل معين في البيوكيو ويبقى كل بند في البيوكيو اللي هي بيلوف كوانتز كل بند فيه قائمة الاسعار دي موجود فيها السعر بتاعه والكمية بتاعته المخططة قد ايه تمام طيب تبقى للبيوكيو ده على سبيل المثال بعض البنود اتسعارت بالف ريال مثلا وهو الراجل اللي نفزها في الحقيقة بقى اقل من كده اقل من كده ده مش ارنت فاليو اقل من كده ده الاكشوال كوست توقع له اكبر يعني فبالتالي الايرنت فاليو مقصود بيها القيمة طبقا لسعر البيوكيو في الحالة اللي احنا بنتكلم فيها بتاعت المقاول على سبيل المثال هوا مسعارة زي ما بنقول بالف خلاص هيتحسب عمل خمسة كوانتز خمسة يونتز خمسة في الف هيدي الخمس تلاف يبقى دي الايرنت فاليو بالنسبة لنا باجتد كوست فور وورك برفورميد باخد السعر اللي كان مخطط له باجتد كوست اللي موجود في البيوكيو فور وورك برفورميد للاعمال اللي تنفزت على الطبيعة فهي مقاربة جدا لشكل المستخلص او لشكل الموقف لان مش شرط طبعا المستخلص بيبقى كل شهر ممكن بيتأخر لا لو انا بعمل موقف حاليا كل الاعمال والتوردات اللي جابها المقاول قيمتها الدقيق هي دي القيمة بتاعتها من واقع سعر البيوكيو طيب الاكتشوال كوست مقصود بيها التكلفة الفعلية سواء اقل او اكتر من اليرنت فاليو طيب دي مين اللي بيعرفها يعرفها المحاسب الاكاونتنت من خلال تجميعه لكل الدوكمنس اللي موجودة او الفواتير اللي خاصة بالبنوت ديت او خاصة بالمشروع ده وبتقول اتصرف قد ايه فالتجميعة دي في الغالب بتبقى عند المحاسب الا لو فيه نظام تاني معمول فيه الشركة ان يبقى فيه سيستم براليل موجود برضو عند المهندسين او عند مدير المشروع فبالتالي نقدر نقول حاليا ان هي من المحاسب فقط الاكشوال كوست انا صرفت قد ايه فعليا بغض النظر اكتر ولا اقل طيب يبقى تعرفنا على تلات ترم بلاند فاليو ارنت فاليو اكشوال كوست قبل ما نبدأ في القوانين خلينا ندخل على المثال على طول لان لو شرحت القوانين كده الناس ايه يعني هتنام مني هنرجع لها تاني بعد ما نشرح المثال ده عندنا مثال كده صغير بيقول انا كان عندي مخطط ان انا اعمل الف يونت او الف سوري او مئة وعشرين يونت وبسعر اليونت الوحدة الف اه كارنسي مثلا الف ريال فبالتالي انا عندي مئة وعشرين يونت مخطط في اللحظة الحالية في الزمن الحالي ان انا اكون خلصت مئة وعشرين يونت وسعرهم في البيو كيو الف ريال طيب الاكشوال بتاعي الاكشوال لقيت ان انا مخلص على ارض الواقع كمية اكبر مخلص مئة وثلاثين طيب اتكلفت فيهم قد ايه اتكلفت لسعر الوحدة الوحدة الف ومتين يعني خدت من الراجل المحاسب الحسابات كده طلع مثلا رقم اسمته على المئة وثلاثين عرفت ان انا متكلف لليونت الوحدة حوالي الف ومتين طيب مثال البسيط ده عايزين نحسب له التلاتة ترمس اللي شفناهم من شوي البلاند فاليو المفروض في النقطة دي من الزمن اكون مخلص مئة وعشرين طيب سعر الوحدة كم سعرها الف طيب مئة وعشرين فالف مئة وعشرين الف يبقى دي بسميها بلاند فاليو طيب جيت اشوف على ارض الواقع انا منفز كم واحدة لقيت نفسي منفز مئة وثلاثين وسعرها الف ومتين لا انا مش عايز الالف ومتين انا عايز الالف اللي انا مسعر بيها انا ا shooter هي دي القيمة المكتسبة بالنسبة لي طيب يبقى هضرب مية واثلاثين march ومتين البقتين البقتين فى الالف المية وثلاثين فى الالف تمام وهي دي بتبقى القيمة المكتسبة بالنسبة لي الف في مية وثلاثين والمية وثلاثين الف بالظبط زي موضوع المستخلص انا بعمل IPC او Invoice ورائح بقدمه بقول انا نفست مية وثلاثين والمفروض و انا المفروض ان انا تحسب على اليونت بألف 130 في ألف ب130 ألف دي الأيرند فاليو طيب الأكتشوال كوست الأكتشوال كوست قلنا من المحاسب هيدهالي دايريكت أنا هنا مفهومة في المثال إن هي هضرب 130 واحدة اللي أنا نفستهم في السعر الوحدة اللي أنا تكلفته اللي هو ألف ومتين 130 في ألف ومتين هتطلع 156 ألف وزي ما بقول الصورة المعتادة إن أنا هاخد الرقم على بعضه من المحاسب مثلا من خلال تجمعات جميع التكاليف طيب كده هم دول التلاتة تيرمس نبدأ إن إحنا نعمل مقارنات ما بينهم كده أول حاجة عندي في المقارنات أو في الحسابات عندي حاجة اسمها schedule variance عبارة عن earned value ناقص planned value والcost variance عبارة عن earned value ناقص actual cost إيه الموضوع ده الموضوع إن أنا عايز أحسب حاجتين عايز إن أنا أحسب بالنسبة لل schedule أنا متأخر ولا سابق وبالنسبة لل cost أنا over budget ولا under budget ده التارجد بالنسبة لي أنا محتاج أعرف دلوقتي العنصرين دول زمنيا متأخر ولا لا وماليا زايد ولا أليل جميل schedule variance هتقس لي الانحراف في schedule أنا متأخر ولا سابق بالنسبة لل schedule وهتقيسه من واقع القيمة المالية من واقع القيمة المالية يعني هتعامل في كل الموضوع ده بالفلوس بالقيم المالية تمام؟ يعني مش هروح أحسب quantity ناقص quantity 130 ناقص 120 اقول ان انا سابق بعشرة يونتس لا انا باشتغلها كلها من واقع القيم المالية فببدأ دايما في كل المعدات اللي شايفينها قدامنا بالearned value يعني لو شايفين SVCV وSPI وCPI المفروض التلاتة دول كلهم المفروض يبدأ بearned value بس هنعرفها دلوقتي مع بعض نبدأ بأول واحد فيهم schedule variance هطرح الearned value ناقص plant value انا نفست اعمال كوميتها 130 الف بس كان المفروض اكون منفذ اعمال كوميتها 120 الف اللي هي plant يبقى انا الفرق ما بقى ما عندي ده positive ولا negative الفرق positive positive يعني انا سابق فبالتالي في عشر تلاف اا قيمة مالية لليونتس اللي انا سابق بهم يبقى انا اهيدة وفي schedule بقيمة مالية مقدارها لعشر تلاف العشر تلاف دي ريال مثلا طيب نفس الشيء في cost variance cost variance هيقس لي budget انا سابق ولا متأخر في موضوع budget هقول cost variance عبارة عن earned value ناقص actual cost هاخد ال 130 الف ناقص ال 156 هلاقي رقم بال minus بال minus يعني انا صرف زيادة يعني انا over budget هلاقي minus 26 الف ده القيمة المالية للاعمال اللي انا متأخر ماليا او يعني over budget بيها القيمة المالية اللي عاملة عجز في الميزانية عندي القيم دي قيم مالية لو نيجي نبص لها مش قادرين نحكم هل القيمة المالية دي كويسة يعني ولا ليلا لما اقول ان انا سابق بما قيمته عشر تلاف سابق الجدول الزمني بما قيمته عشر تلاف ريال طب عشر تلاف عشر تلاف ريال من كام لو المشروع بمليون غل لو المشروع بعشرين الف عشر تلاف من عشرين الف انت سابق سابق جامد جدا لكن عشر تلاف من مليون ولا حاجة فلازم اكون بعمل reference لحاجة عشان اقدر اقيس القيمة المالية دي يعني كويسة ولا مش كويسة هنا يجي موضوع performance index الperformance index زي ما قلنا عندي واحد في الvariance للسكاجول واحد للكوست برضو نفس الحكاية في الperformance index عندي واحد للسكاجول واحد للكوست اول واحد اسمه schedule performance index المعامل الخاص به اداء الجدول الزمني بيساوي earned value على planned value نفس اللي فوق بس شلنا علامة الطرح وحطينا علامة الاسمة بدل ما كان schedule variance earned value نقص planned value بقى schedule performance index earned value على planned value هقسم ال130,000 على ال120,000 زي ما دي كتطلع بال positive متوقع ان طالما ده اكبر من ده يبقى الرقم اللي ينتج اكبر من الواحد الصحيح لان اللي فوق البسط اكبر من المقام تمام اكبر من الواحد الصحيح معناها ahead of schedule ليبقى انا سابق الجدول الزمني بالنسبة للbudget عندي برضو معيار تاني اسمه CPI cost performance index عبارة عن earned value على actual cost نفس المعادلة اللي كانت فوق بتاعت بس بدل المينس اللي هنا حطيت علامة اسمه فبقيت بقسم earned value على actual cost earned value اللي هي المفروض معناها المستخلصات طيب والactual cost المفروض المصاريف اللي انا صرفتها الطبيعي ان earned value تكون اكتر عشان احقق مكسب لنفسي عشان المستخلصي يبقى اكبر من اللي انا صرفه طيب لو طلعت اقل يبقى بالتالي ده على ده هيطلع اقل من الواحد الصحيح اقل من الواحد الصحيح معناها ان انا over budget ان انا متخطي البودجت البودجت كان المفروض تبقى مش كده طيب الاس بي اي اللي خدناه من شوية ده عايز افهمه بعمق اكتر شوية هو صحيح مية وتلاتين الف على مية وعشرين بس انا هفصص المية وتلاتين دي اللي هي كانت الف في تلتمية اللي هما كانوا موجودين في الجدوة الف في مية وتلاتين سوري الالف في مية وتلاتين دي اللي هي earned value طيب البلاند البلاند هي الالف في المية وعشرين انا كنت مخططة اشتغل مية وعشرين واحدة بسعر الالف طيب الف في مية وعشرين اهي والالف في مية وتلاتين اهي دي المعادلة المعادلة بتقولي كده ايه اسمي الـ earned value على البلاند طيب تعالوا نختصر هنختصر ايه مع ايه الالف مع الالف هيتفضل مية وتلاتين على مية وعشرين معنى كده ان انا طيارت الالف من الالف الالف دي اللي هي ايه اللي هي السعر يبقى انا كده انا شلت السعر مع السعر امال انا بقارن ايه بايه بقارن مية وتلاتين بمية وعشرين اللي هي ايه اللي هي الـ quantity يبقى كايني بقارن الـ quantity اللي تنفذت فعليا بالـ quantity اللي كانت مخطط وده شيء طبيعي ان انا بقارن ليه الـ time schedule انا عايز اشوف انا كنت مخطط اعمل كام unit مية وعشرين طب انا عملت كام مية وتلاتين مية وتلاتين على المية وعشرين يبقى انا سابق الجدول الزمني طيب ده هيطلع نفس القيمة اللي فوق اللي هي 1.083 نفس الشيء هنقوله في الـ cost performance index عندي الـ cost performance index طبقا للمعادلة earned value على actual cost الـ earned value كانت 1000 في 130 زي اللي فاتت والـ actual cost قلنا 1200 في 130 نفذت فعلا 130 واحدة والسعر او تكلفتي لتنفيذ الواحدة كانت 1200 يبقى 1200 في 130 لما هاجي هنا هقسم هقسم ايه مع ايه هطير المية وتلاتين مع المية وتلاتين اللي في المقام يبقى كده كإني طيارة الـ quantity وما الايه اللي تفضل اللي تفضل السعر او التكلفة الاولاني الـ 1000 والتاني الـ 1200 يبقى هنا هتنتج 1000 على 1200 الـ 1000 دي اللي هي ايه السعر اللي انا كنت مسعر به في الـ بيوكيو والـ 1200 اللي هي ايه اللي هي تكلفتي اللي تكلفتها فعليا يبقى كإني بقارن فلوس بفلوس هتطلع 0.083 تلعت اللي فوق صغيرة معناها ان الرقم اللي هيطلع اصغر من الواحد الصحيح وبالتالي انا over budget انا متخطي الميزانية طيب نرجع ليه السلايد اللي فاتت عندنا قولنا schedule variance بيساوي النقص ده انحراف او يعني الفرق الـ cost variance عبارة عن الفرق بس للتكلفة ده للجدول الزمني وده للتكلفة على حسب القيمة اللي هتطلع من الـ schedule variance والـ cost variance لو الـ schedule variance اصغر من صفر يبقى انا متأخر عن جدول الزمني يبقى هاند schedule لو اكبر من الصفر اهد لو بيساوي صفر on schedule نفس الحكاية للـ cost variance اصغر من الصفر over budget بيساوي صفر on budget اكبر من الصفر يبقى انا محقق مكاسب يبقى under budget اللي قلنا في الـ cost variance ينطبق نفس الشيء على موضوع schedule performance index او cost performance index لو الـ SPI اصغر من واحد يبقى behind schedule يسبب واحد on schedule اكبر من واحد ahead schedule ونفس الشيء CPI لو اصغر من واحد يبقى over budget يسبب واحد on budget اكبر من واحد under budget الناس كتير بتلخبط ما بين حتة اكبر من واحد انه يبقى under budget نحاول ناخد بالنا منه طيب كده شرحنا الجزء بتاع earned value نبص على الكرف ده مع بعض احنا قلنا المقارنات كلها بتكون على اسس مالية يعني لما باجى اشوف انحراف مثلا هنا كنت بترح فلوس من فلوس او فلوس من فلوس بغض النظر ده schedule ولا cost زمني ولا مالي فبالتالي انا عندي في المحور ده هنا cost وفي المحور ده time يعني في الافقي في time في الرأسي في cost لما برسم الكرفات هنا اول كرف برسمه اللي بيكون من الجدول الزمني هو ده عندي من اول المشروع لاخره لان ده خطة الخطة معمولة من يوم واحد لغاية اخر يوم في المشروع ده هو الاس كرف بتاعي اللي كناك كلمنا عنه قبل كده عند كل شهر او عند كل نقطة زمنية المفروض بالنسبة لي اكون صارف قديه فالكرف الاولاني ده plant value او اللي هما بيسموه budget cost for work schedule هي هي plant value طيب الكرف المقطع اللي في النص ده the earned value the earned value معناها الحاجات اللي انا نفستها من واقع السعر المخطط له سعر الا有 والكرف التالت ده الاكشوال كوست بدأت ادفع من هنا عادي شيء طبيعي ان انا ممكن نكون ما دفعتش في البداية كنت شغاء veel او بالاضج دفع بالاضج فبالتالي بدأت ادفع متأخر شوى وبدأت اس كده واشوف وفعلا وصلت لغاية النقطة الزمنية دي مسلا ان انا هنا عند النقطة دي النقطة الزمنية دي هو ده قيمة الاكشوال اس و دي قيمة ال冠 called value ودي قيمة الـ planned value. طيب عايزة تشوف على الـ curve الـ schedule variance والـ cost variance لا شك ان الاتنين دول هيبقوا رأسيين عبارة عن مسافة رأسية ليه لان الرأسي هو الـ cost الرأسي هو الـ cost وانا بشوف الـ schedule variance والـ cost variance عبارة عن variance بواقع القيمة المالية. الفرق ما بين earned value و planned value هيبقى schedule variance. ما بين earned value و actual cost هيبقى cost variance. طيب هنا في عنصر ثالث اللي هو delta t او time variance بيقولي ان الـ earned value بتاعك في النقطة الزمنية دي كان كذا. الـ earned value او القيمة المالية دي كان المفروض توصلها من زمان. مين اللي يقولي امشي كده على الـ curve ده او امشي افقه هنا كده لغاية مقطع الـ curve بتاع الـ planned. انا كل ده بتكلم في قيمة مالية واحدة اللي هي نقطة معينة على محور الرأسي بتاع الـ cost. القيمة المالية دي انا وصلت لها هنا. لا كان المفروض توصلها هنا. مين اللي قال الـ planned value الكرف بتاع الـ planned value. طيب اقيس الكلام ده الفرق ما بين الـ اتنين دول هو ده delta t. يبقى اللي انا وصلت له هنا كان المفروض اوصله من زمان هنا. انا هنا كان المفروض اكون صارف خمس تلاف ريال. لقيت نفسي صرفت الخمس تلاف ريال دي متأخر شوية بعدها باسبوع مسبوعين وهكذا. لقيت نفسي صرفته هنا. اشوف الفرق ده هو ده delta t او time variance. الجدول اللي تحت ده. هو جدول زيادة شوية ممكن يعني اللي مش هيستوعبه قوي مش هتفرق بشكل كبير يعني. بس خلينا نقوله كده على السريع. التوتال فلوت بيفيدني في الحكم على التأخير او على الموقف بتاع المشروع. اه بالاضافة للسكاتجول البرفورمانس انديكس. السكاتجول البرفورمانس انديكس. ممكن انا اكون نفزت انشطه اكتر من قيمتها المالية يعني اكتر من القيمة المالية للبلاند. كان مخطط ان انا اشتغل مسلا بعشرين الف لانا لقيت نفسي شغال بتلاتين الف. بس مع ذلك الاقي نفسي متأخر. متأخر يعني ايه? يعني البرنامج الزمني بيقولي انت هتخلص بعد ما عادل المشروع. ده بيبقى سببه ايه? بيبقى سببه في الغالب ان انا ما اشتغلتش على الكريتيكال باث. اشتغلت في انشطة فرعية واخرت الكريتيكال باث. يعني الكريتيكال باث. الانشطته ما اشتغلتش فيها فبالتالي ما حصلتش القيمة المالية بتاعت. لكن اشتغلت في الاكتيفتيز التانية اللي مش كريتيكال فحصلت قيمة مالية كبيرة اكبر من المخطط له. لكن مع ذلك فدل الكريتيكال باث عندي متأخر ما اهتمتش بيه. طيب مين اللي يديني الانديكيشن ده? التوتال فلوت. التوتال فلوت تعالى المشروع. التوتال فلوت لو بقى بالنيجاتيف معناه ان انا متأخر. لو كان بالبوزيتيف يبقى انا سابق. لو زيرو يبقى انا ماشي مزبوط. طيب. هنا بياخد الحالات ويفصصها واحدة واحدة. لو كان التوتال فلوت اكبر من زيرو. ودي حاجة كويس. توتال فلوت عندي رقم كويس يبقى انا سابق في الكريتيكال باث. والسكاديول برفورمانس انديكس لقيته هو كمان اكبر من واحد. دي حاجة كويس. يعني انا اهيده في السكاديول على الكريتيكال باث. وكمان مور وورك بينج دان ذان بلانت. وعمل شغل اكتر من المخطط. لو التوتال فلوت اكبر من زيرو. والسكاديول برفورمانس انديكس لقيته واحد بالزبط. ده معناه ايه؟ معناه التوتال فلوت هيديني انديكيشن للكريتيكال باث. يبقى انا كده اهيده في سكاديول للكريتيكال باث. وصم شورت فول ان وورك اون نان كريتيكال اكتيبيتيز. ليه? لان كان طالما التوتال فلوت بقى اكبر من الزيرو. يبقى المنطقة كمان يبقى اكبر من واحد. طب ايه اللي خلاقه لي لو وصل للواحد يبقى واضح ان انا عندي مشكلة في الانشطة اللي مش كريتيكال. النان كريتيكال. لانها لو كانت في الكريتيكال كنت تسمع في التوتال فلوت. وكان التوتال فلوت يبقى اقل من زيرو. لكن طالما اكبر من زيرو. حلو يبقى انا اخلص المشروع بالقادري. بس ليه الاس بي اي ما تلاهاش بواحد? اه يبقى انشطة النون كريتكال انا بش مهتم بها. فيها تأثير شوية. طيب لو الاسبي اي اصغر من واحد. نفسها بس حالة اخطر شوية. انا اهده في الركريتكل فقط. كريتكال فقط كويس لان الto total float اكبر من زيرو. بس engage demonstrator. بس اللي اخذ li pols bi اصغر من واحد ان فيه تأثير بقى شديد. مش بس تأثير عادي. لا تأثير شديد في النون كريتكال. طيب نيجي للحالة التانية. ال total float بتاعي بسفر والos bi اكبر من واحد يبقى كده طالما التوتال فلوت بسفر يبقى الكريتيكال باس ماشي مظبوط لكن ايه اللي خلى الاس بي اي يزيد اه يبقى النون كريتيكال انا عامل فيه شغل كويس يبقى عامل فيه شغل اكتر من اللازم في النون كريتيكال مش في الكريتيكال لان لو في الكريتيكال كتسمعت في التوتال فلوت لكن لا انا عندي التوتال فلوت بسفر يبقى الكريتيكال باس ماشي مظبوط لو هو احسن ولا هو اقل طيب لو لقيت الـ total float بـ 0 و الـ SPI بـ 1 يبقى كده كله ماشي مظبوط طبقاً للجدول الزمني سواء critical و non critical كله ماشي as planned. ده مظبوط وده مظبوط. ما فيش حاجة سابقة ولا فيه حاجة متأخرة. طيب لو الـ total float بـ 0 و الـ SPI أصغر من 1. بصفر يبقى critical بس كويس. أصغر من 1 الـ SPI ده معناه ان فيه تأثير بس التأثير مش في الكريتيكال التأثير في النون كريتيكال لان التوتال فلوت حلو مزبوط بزيرو طيب الحالة التالتة لو التوتال فلوت اصغر من زيرو توتال فلوت اصغر من زيرو يبقى الكريتيكال باث عندي في مشاكل طيب لقيت الاس بي اي اكبر من واحد ازاي اكبر من واحد المفروض الحالة مش كويس الكريتيكال باث مش كويس اصغر من سفر التوتال فلوت طيب اللي خلى الاس بي اي اكبر من واحد يبقى انا عامل شغل بزيادة في النون كريتيكل وسايب الكريتيكل باس ما باهتمش بيه طيب لو لقيت التوتال فلوت اصغر من سفر واس بي اي ساوي واحد نفس الحالة اللي كانت فوق بس الاهتمام فوق في اللي هي الاس بي اي اكبر من واحد بالنون كريتيكل كان عالي قوي اللي تحتيها فيه اهتمام بالنون كريتيكل بس مش عالي اهتمام اقل شوية من الحالة اللي فوق طيب لو لقيت التوتال فلوت اصغر من سفر والاس بي اي اصغر من واحد يبقى لا شغل في الكريتيكل ولا في النون كريتكال اللي اتنين مش كويسين يبقى المشروع متأخر سواء كريتكال او نون كريتكال طيب اللي ما فاهمش الجزئية دي يعني هي زيادة بس يعني ممكن يعني ممكن ان هو يجي بينها مسلا اسئلة بس احتمالات ضعيفة لان هي متاخدة من ماتيريال تانية طيب الفوركاستينج فوركاستينج مقصود بان انا اتوقع اتوقع مستقبلا التكلفة الكلية للمشروع هتكون كام يعني انا صرفت جزء وانا واقف في نص المشروع وعايز اعرف التكلفة في نهاية المشروع هتكون كام بسميها estimate at completion estimate at completion اي اي سي طيب لشك ان انا عشان احسب فوركاست ليه المستقبل في جزء بالفعل تصرف انا عد النهاردة مثلا خمس شهور من عمر المشروع في الخمس شهور دول صرفت قيمة فعلية actual cost طيب اللي صرفته صرفته خلاص لازم اخذه في اعتباري زي ما هو actual cost ما اقدرش العب فيه لاني ده تصرف خلاص اما اتوقع في ايه اتوقع في المستقبلي الجزء المستقبلي هو ده اللي اتوقع فيه هو ده اللي هعمل عليه شغل فبالتالي جميع المعادلات او الافكار اللي بتحسب estimate at completion لازم تبدأ بان actual cost اللي صرفته خلاص وهزود عليه جزء تاني اللي هو الجزء المستقبلي اللي ممكن اسميه estimate to complete المتوقع لانهاء المشروع بدءا من النهاردة متوقع من النهاردة لغاية نهاية المشروع اصرف كام اجمعه على اللي انا صرفته بالفعل اللي هو actual cost يطلع estimate at completion المتوقع في نهاية المشروع طيب في عندي هنا ثلاث طرق بيدوني ازاي احسب الموضوع ده طيب اول طريقة طريقة simple بتقول لي at the budget rate بنفس معدل الbudget انا صرفت actual cost واللي بقي لي لو معرف ناشة التيرم اللي هو BAC BAC اللي هو budget ad completion budget ad completion مقصود به الميزانية اللي كانت مخططة لانهاء المشروع budget ad completion اللي هو budget الرئيسية للمشروع بس بالbudget يعني المخطط له سعر العقد ككل سعر البيوكيو ككل budget ad completion طيب لو افترضنا ان انا عدى ثلاث شهور في الثلاث شهور دول كان المفروض اكون صارف مئة الف مثلا والbudget ad completion مئتين الف طيب كان المفروض اكون صارف مية والbudget كلها مئتين يبقى المتوقع لانهاء المشروع ان انا اخلص المئة الف اللي الفضلين يعني كان اليرند value مثلا لغاية النهاردة مئة الف والbudget كلها مئتين الف فبالتالي فضل لي ما قيمته مئة الف تمام اللي هو المتبقي اللي هو budget ad completion نقص ارند value طيب ده من النهاردة لغاية نهاية المشروع طيب اللي فات كان كام اللي فات خلاص اتصرف بقى اسمه actual cost فبالتالي هاجمع ده زائد ده الـ actual cost زائد المتوقع كمتبقي المتوقع بقاءه في البودجت بمعنى ان انا ببساطة كده مثلا كنت عامل شوية units مجموعة من الاعمال والاعمال ده اتكلفت على سبيل المثال مليون ريال وقيمة المشروع كله مئتين مليون طيب مليون من مئتين مليون يبقى فضل مئة تسعة و سعين يبقى المتبقي اللي هي قيمته تعادل مئة تسعة و سعين واللي انا اشتغلته قيمته المفروض انها تعادل مليون مثلا طيب الـ actual cost بتاعي بيقول لا انا صرفت مش مليون صرفت اتنين خلاص اجمع الاتنين اللي صرفتهم على اللي كان المفروض يكون متبقي اللي هو الـ 199 اللي فضلين يبقى اتنين زياد 199 بـ 200 و واحد يبقى الـ estimate ad completion بجمع اللي انا صرفته على اللي متبقي في الميزانية يبقى بياخد budget ad completion nice budget ad completion ميزانية ككل اطرح منها earned value كمت الاعمال اللي نفستها يتفضل القيمة اللي المفروض تكون متبقية في البودجت بتاعي تبقى للأعمال اللي نفستها اجمعها الـ actual cost بقى estimate ad completion طيب انا بزود ليه في المثال ده عشان تثبت في دماغنا الفكرة ديت عشان هنستنتج منها المعادلات اللي جاية كلها طيب انا لما جمعت جمعت اللي المفروض يكون متبقي في الميزانية طيب ليه ما افترضتش انه ممكن يحصل وفر او عجز زي ما حصل في الفترة اللي تنفزت بالفعل اللي خلصت اللي عدت بالفعل يعني في الثلاث شهور دول انا بقول كان المفروض انفز مليون لأ نفزت بما قيمته اثنين مليون طيب دفعت اثنين مليون فعلا يبقى انا كده لكل دولار او لكل ريال بدفع ريالين انا كده بخسر الضعف طيب منها لازم اخد في اعتباري معدل الخسارة دي طيب اعمل الكلام ده ازاي اقول الجزء المتبقي ده اللي هما المية ساعة وعشرين مليون اللي فضلين هيتضربوا في اثنين هما كمان فبالتالي هجمع اثنين زائد المية ساعة وعشرين مضروبة في اثنين لان انا واضح ان انا كل مليون بصرفه كل مليون كان المفروض بنفزه بصرف عليه اثنين مليون بصرف عليه الضعف طيب نشوف الموضوع ده في المعادلة considering CPI باعتبار CPI CPI اللي هو بيقس لي الperformance بتاع الكوست هاخد زائد الbudget add completion ناقص ال earned value اللي هي كانت فوق من شوية واقسمها على CPI الbudget add completion ناقص ال earned value دي تعبر عن اللي كان المفروض يكون متبقف الميزانية اللي هما ال 199 هقسمه مع CPI CPI هنا هلاقيه بنص لان انا اثنين مليون وكان المفروض اكون مخلص بمليون واحد على اثنين بنص طيب لما اقسم ال 199 على نص يعني كاني بضربها في اثنين كاني بضربها في اثنين فبالتالي budget add completion ناقص ال earned value اسمتها على CPI يعني حولتها او عادلتها طبقا للمعدل اللي انا اشتغلت به في الفترة اللي انقضت طيب اخد الجزء ده واجمعه على actual cost بقى هو ده estimate add completion طيب لو جيت استنتجت في المعدلة دي actual cost زائد budget add completion على CPI هتساوي هاخد actual cost هو هو budget add completion على CPI ناقص ال earned value على CPI ال earned value على CPI دي لها اسم تاني اللي هو actual cost باعتبار ان ال CPI كان بيساوي earned value على actual cost فبالتالي ممكن استعيد عنها بكلمة actual cost هلاقي في المعدلة actual cost الترم الاولاني هيروح مع actual cost الترم التاني عشان بالماينس وتبقى back على CPI او budget add completion على CPI اللي ما فهمش الاستنتاج ده ياخد الخلاص ان هي back على CPI budget add completion على CPI كاني بقول الميزانية الكلية كانت كام 200 مليون طيب اوكي ال CPI بتاعي بنص 2 مليون على نص يعني كاني بدرب 200 مليون في 2 200 مليون على نص يعني كاني بدربها في 2 طيب الفكرة التالت نفس الاعتبار اللي هنا بس بدل ما هاخد CPI بس هاخد CPI والSPI فاخد الترم ده اللي هو budget add completion nice earned value واقسمه بدل ما هنا كنت بقسمه على CPI بس لا هسمه على حصل ضرب درب CPI والSPI يعني budget add completion nice earned value واقسمه على CPI في SPI دي بقى ما لهاش استنتاج للتبسيط يعني لأ هي هتفضل بنفس الوضع ده فعشان كده انا كنت حريس او انتو تبقوا فاهمين المصطلح الاولاني او الفكرة الاولانية التول والتكنيك اللي بعد كده عندنا to complete performance index قبل مبدأ في التكنيك ده كنت حابب بس اضيف حاجة اللي كن قلنا عليها احنا هنا قلنا هنشتغل في earned value بفكر المقاول باعتبار ان المقاول هو اللي عنده actual cost دايما وعنده earned value وهكذا عنده محاسب بيقول احنا صرفنا كام في معظم العقود المعتادة عندنا عقود تبقى unit price فبالتالي القيمة بتاعتها بتبقى معروف مفيش اختلاف لانه خلاص المقاول قريدي مسعار لي البند ده انه هيشتغل بالقيمة دي فمش متوقع مثلا زي هنا انه هلاقي في اختلاف لل cost per unit بتاعة actual مش متوقع انه الاقي اختلاف يعني لما اجا اشتغل بفكر المالك انا استشاري المالك وعايز اقول له انت اوفر باجت ولا اندر باجت فبالتالي مفيش عند المالك فكر حتة ان الالف وامتين دي هتختلف ان الالف وامتين دي مش هتبقى موجودة هي هتفضل على طول الالف اللي هو سعر البيو كيو لانه متفق مسبقا مع المقاول انه ينفز هاله بالف فبالتالي فكرة الاجتشوال بيقول للمقاول اشتغل وانا هتديك نسبة مثلا او هتديك مبلغ معين نتفق عليه فبالتالي ساعتها بيبقى المالك مش عارف التكلفة الحقيقية هتكون كام طالما مش عارف التكلفة الحقيقية ساعتها حسابات الاكشوال كوست بتبقى مهمة للمالك كمان فدي نقطة مهمة جدا ان الاكشوال كوست عند المالك اللي انا بتعامل عليها كمالك بعض الناس بتيجي تقول مثلا احنا ممكن نعتبر الاي بي سي او الانفويس مثلا هي دي تعتبر الاكشوال كوست بالنسبة لنا الكلام ده غير دقيق الكلام ده مش صح لان الانفويس ده ممكن يبقى متقدم لوقت معين بس وكون ان فيه جزء لسه متعملوش بيلينج او متعملوش فوترة انه يدخل في المستخلص كون ان انا ما خدتوش وحطتوش في الاكشوال كوست ده غلط لانه هو اجلا او عاجلا المقاول هيقدمه وهيرفع به وهيقول انا عايز ده عشان انا نفزته فما ينفعش اجي احسب الاي بي سي بس ان هي او الانفويس بس ان هي دي هي الاكشوال كوست اللي انا متكلفها لا انا الاكشوال كوست ما ينفعش ان انا احسب موضوع المرفوع للصرف انه هو ده الاكشوال كوست لان بعض الناس بتغلط وبتعمل حاجة زي كده ده مش صحيح طيب كده انا بس كنت حاب بضفي الصبغة بتاعة فكر المالك يعني على الموضوع بحيث ان احنا نبقى عارفين كل واحد على حسب هو بيشتغل في اا كونسلطنت لمالك To Complete Performance Index To Complete Performance Index مقصود بي ان انا عايز اقارن القيمة المالية المتبقية في التمويل بقيمة الاعمال المتبقية المعادلة اللي عندنا To Complete Performance Index Budget Add Completion نقص Earned Value ده عبارة عن ايه ده عبارة عن قيمة البنود المتبقية اللي انا صرفت اللي انا خلصتها البنود اللي خلصتها قمتها Earned Value طيب والعقد كله قيمت بجت Budget Add Completion الفرق ما بينهم ده قيمة البنود المتبقية في العقد طيب هنا Budget Add Completion نقص Actual Cost انا كان المفروض البجت بتاعتي 200 مليون صرفت منها 2 مليون الباقي 198 يبقى ده التمويل المتبقي بالنسبالي لما أسمده على ده يطلع لي القيمة طيب احيانا Budget Add Completion بيتغير ما بيبقاش صالح للعمل به بيبقى ساعتها فيه قيمة تانية Estimate Add Completion طيب اكزامبل على كده ال Budget Add Completion كانت 500 الف والEarned Value 200 الف والActual Cost 250 الف يعني عقد قيمته نص مليون 500 الف وخلصت وخلصت أعمال قيمتها 200 الف بس أنا دافع 250 250 الف وقيمة تانية وقيمة تانية 100 الف وقيمة تانية حدده قيمة تانية سلبية يعني ان انا عندي عجز بما قيمته 2 من 10 ديت يعني انا فاضلي اعمال كتيرة بس التمويل اللي فاضل اقل فبالتالي انا عندي 20% زيادة 1.2 فيه 2 من 10 زيادة performance review الطول والتكنيك اللي بعد كده performance review مقصود بمراجعة الأداء وهو يشمل معظم اللي احنا تكلمنا فيه variance add completion variance add completion يعني الانحراف في نهاية المشروع عبارة عن البق budget add completion ناقص estimate add completion متوقع ان انا انهي المشروع مثلا بـ 200 و 1 مليون والمشروع كتكونت الرئيسية 200 200 ناقص 200 و 1 يبقى minus 1 مليون budget او variance add completion trend analysis مقصود بي ان انا اعمل graphical analysis تحليل كده للكيرف اللي موجود عشان ان انا احاول اعمل projection او forecasting يعني الكيرف اللي كان موجود هنا ده احاول ان انا اجي على earned value وامشي موازي لـ planned بحيث ان انا اشوف متوقع projection ان انا اخلص امتى ده كده graphical analysis او trend analysis طيب EVM earned value management اتكلمنا فيها طول المحاضرة او طول الدرس بكده يبقى خلصنا الشابتر بتاع cost موعدنا يوم الجمعة باذن الله في الاسئلة على cost management اشترك بها اشترك بها ترجمة نانسي قنقر